دمار الحرب ما يزال يخيم على المنازل والأبنية في الفلوجة فالمواطنون على الرغم من ترويجهم لمعاملات التعويض إلا أن عدد المستلمين أقل بكثير بحسب القائم مقامية التي دعت اللجان المركزية إلى الإسراع بحسم المعاملات المنجزة كحكومات محلية نحن بدورنا واللجان الموجودة المكاتب للتعويضات واللجان الموجودة في القضاء أنجزت تقريبا كل المعاملات التي قدمت للتعويض رفعت إلى اللجان المركزية الفرعية في الرمادي ومن ثم أيضا أكثر من 15 ألف معاملة أنجزت للفلوجة ورفعت إلى بغداد لكن التأخير حقه في اللجان المركزية في بغداد ناشطون في الفلوجة أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسب التعويضات وحقنا من أجل تذكير الحكومة بحقهم بالتعويض في ظل خراب وصلت نسبته إلى 80% قام المواطن الفلوجي بإقديم مستمسكات لغرض تعويض المنازل والدور والعمارات السكنية ولحد الآن منذ أكثر من سنتين لم يرد أي إجابة من الجهاز المختصة نحو 200 ألف وحدة سكنية تدمرت بشكل كلي أو جزئي في المناطق المحررات ومنها الفلوجة بحسب وزارة التخطيط فيما يرى مواطنون شبهات فساد في ترويج المعاملات وهو أحد أسباب تأخر وصول المبالغ لمستحقيها هناك بعض للأسف حالات الفساد المالي والإداري التي يشعر بها المواطن من خلال ترويج المعاملات لقاء مبالغ مالية لاستحصال بعض الموافقات لرفع معاملته إلى الرمادي من ثم إلى العاصمة بغداد لجنة التعويضات في الأنبار رفعت نحو 90 ألف معاملة تعويض إلى بغداد وعدد المعاملات المصروفة لا تتجاوز نسبتها العشرة بالمئة امتعاض واستياء في الفلوجة من ملف التعويضات الذي لم يحسم منذ ثلاث سنوات ولهالي هنا ينتظرون من اللجان المركزية في بغداد الإصراع في عملها من أجل حصول على المبالغ المستحقة لعادة أعمار منازلهم المتضررة لقناة الفلوجة السلام خالد